احترام الاختلافات والتفاوت وده بيكون واضح جدا 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 أثناء النقاش وأثناء وليه طيب نحترم التفاوت والاختلافات لأن احنا معترفين أن احنا من ثقافات متعددة وأن احنا مختلفين فعدم التقليل بقى من رأي حد أو من قيمة حد بسبب التفاوت ده سواء التفاوت ده والتفاوت ثقافي أو التفاوت ده والتفاوت اجتماعي فما ينفعش يعني زوجتك لو أقل منك في الدرجة العلمية مثلا وتفضل أنت تعمل ايه تتفه من كلامها كل ما تتكلم تحسسها بأن هي ولا حاجة ولا بتفهم وأن هي جاهلة وما أنش من حقها تتكلم أو أنه هو كمان ممكن يبقى إيه اللي حاصل يبقى كلامك أنت بس لو روح تسقف الأول روح إيه رأي كويس بعدين تتكلم كل ما تبين احترام الاختلاف وأن الرأي ده وأحلى حاجة بقى في احترام الاختلاف أن تبين الكلام ده بأن الكلام بيتكامل الكلام بيتكامل شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم احترم إزاي وجهة نظر السيدة عائشة وإزاي احترم وجهة نظر الستينة المسلمة حاجة من أرقى ما يكون خامس حاجة الاحترام للقرارات المشتركة وأن نستمع لبعض استماع والقرارات المشتركة دي نحترمها بشكل واضح قوي لأن كل ما يتضمن الاحترام للقرارات كل ما الإنسان يحس أنه هو في مكان مهاب مكان محترم ويحس بإيجابية ويحس أن كل ما تستمع لرأيه وتحترم وجهة نظره زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشير زوجاته وهو في غنى حضرت النبي في غنى عنده حضرت النبي كان بيأتيه لوحي ومع ذلك يعمل ايه؟ يستشير زوجاته طب يستشير زوجاته ليه؟ مش بس كان بيستشير زوجاته فيما يخص النساء زي ما الناس بتروج كان بيستشير زوجاته في كل حاجة فيه خروج في أحد فيه كمان في العمرة وإزاي السيد دين المسلمة أشرت عليه كل دوت بيبين أن ده جزء من السعادة عايز تسعد اعمل كده السلوك اللي بعد كده والمهم اللي احنا نتكلم عنه الاحترام في التعاملات اليومية دي بقى نقطة مهمة جدا أن التعاملات اليومية لازم يكون فيها لطف كده واحترام لازم يبقى فيها طريقة كده بتبين أن الشخص ده في مكانته عندك فما ينفعش تتجاهله ولا تقلل من قمته حتى في الأقراءات البسيطة يعني ما ينفعش أن انت لما تيجي تتعامل مع اللي بيركن عربية أو لا بيتعامل مع معاون الخدمة عندك تقول له لو سمحت بعد إذنك من فضلك شوف في حضرت ده بيتعامل إزاي مع ستنة صفية ستنة صفية موقف بسيط عايزة تركب النق حاجة سهلة حاجة سهلة ما فيش أسهل من كده فسيدنا أنس بن ملك بيقول إيه رأيته النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس يعني يعمل إيه راح جايق لام العباءة وإيه وجلس عند بعيره فيضع ركبتي يحط ركبته كده وتضع سيد ستنة صفية رجلها على ركبته على ركبته حتى يركب حتى تركب يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يا الله على حبنا لك يا رسول الله على جمالك يخلي ركبته صلى الله عليه وسلم سلم عشان ستنة صفية تركب الإيه تركب الجمل بتاعها إيه الرواعة دي ده تفصيلة في اليوم وش زي شوف التفصيلة كمان بتاعت اليوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يعني بيساعدهم في التفاصيل اليومية ده تحس هي بالتأدير تحس ان هي بتعمل عمل مش عمل حقير تحس ان هو عمل حضرة النبي عمله معايا رقم سبع والسلوك السابع التأدير لجهود والمساهمات يا نهارة بيط على التأدير والجهود للمساهمات والامتنان في ده بيخلي واحد في السماء بيخلي العلاقة في حتة تانية زي ما بيقولوا ان انت تحترف قمتها فمثلا الزوج لما يقوم بدور ان هو يدعم اهل زوجته يبقى ايه اللي حاصل يبقى هو يجب على الزوج ان هي تعملية تقدر ده وتمتني ليه يا جماعة شراب الامتنان شرابه من شهد منة الله سبحانه وتعالى اللي يشرب شريك حياته الامتنان يرتوي صدره بالحب ولا الزوج لما زوجته تساعده في مصاريف البيت وتساهم في ننفقات البيت ما يجيش يقول ايه ما انت بتدفع ده وتليك يقول اولادك غلط هي كمان شارت حاجة مش مسئولة عنها هي تحملت مسئولية فلازم يمتني اليها والامتنان ده هو التطبيق العملي لقولي ولا تنسوا الفضل بينكم هو الامتنان يا جماعة وعشان كده لازم نداوم علمتنان اشتركوا في القناة